يمضي الحاج محمد عثمان في العقد الخامس من عمره حيث أصيب بلغم أرضي زرعته الميليشيات الانقلابية في منطقة تعباد جنوب شرقي المدينة أثناء رعيه للماشية ما أدى إلى بتر قدمه اليومنى فيما لا يزال يتهدد قدمه الأخرى البتر بعد إصابتها بجروح بالغة في نفس الحادثة صوته بانفقار الغم أدى إلى بتر الرقل اليومنى وإصابة الرقل اليومنى بجروح بالغة ما أدى إلى إقعادين يعني لا تخلو مدرسة ولا يخلو مزجد ولا يخلو شارع ولا تخلو ساحة حتى فوق الأشجار حتى عملوا ألغام في الملابس لم يكن محمد وحده من أصابته ألغام الميليشيات الانقلابية هنا فالعديد من المواطنين تعرضوا لإصابة متفرقة ولا يزالون يشكون كثافة الألغام حيث زرعتها عناصر الميليشيات في أطراف الأحياء والأزقة وبين المباني السكنية والطرقات وأغلبها لم تصل إليها الفرق الهندسية لانتزاعها بعد أن أصبحت محررة منذ عام ونصف من هنا من نزل الحوثيين كانوا مواقيد وأكثر الأماكن ملغمة الآن أنا أنفقر لون قدام فترة وأنا تعورتونا عشر جدو ثلاثة وأتعورتونا طيب الآن أنا ما أشرف علىنا يقول هل أنا يعني كسماسك بوم بربع وشرين ساعة لا تنح شكذا لا تدخل شكذا يعني خوف أنا بالأخير بأخير أشتي أمان أشتي طمئنة أنا قاهل يعني أن أخرج روح كذا يعني بالأخير هو قاهل ما يدريش قد يحصل قلس غريب قد يحصل أي حاجة بقي العبه لغرب الأخير نطلب القاتل مختصة القاتل المعنية إنما زودوا ياتلونين زودوا لحارتنا نوفي ثعبات يمشطوا الأمور يمسحوا لنا في أماكن ما نقدرش نجد لحد الآن مسحوا لك الأماكن الذهي آمنة ما في بيش ألغام قالوا هذا منسوح وعملوا لك حجار داخلهن وورنج يعني هذه مناطق آمنة تسموهم والمناطق الذهي خطيرة تشتي مسح فعليا ما مسح منه ولا هلام ولا يقدم فيه نوع من الإهمال والتراخي من الفرق هذه يعني هم يقروا على المتة بو بيس شي قريل حتيش رحي بحياته ما بو بيس المتر من دريب كم يشول المتر مساحات محدودة هي كل ما يمكن لقرابة خمسة آلاف نسمة من أبناء هذا الحي التحرك فيها إذ بات خطر الألغام يتهدد حياتهم بالإضافة إلى القصف المستمر من الميليشيات على هذه التباب المحيطة بهم لتتنوع آلات حرب الميليشيات ضد تعز التي تحصد أرواح المدنيين من حين لآخر حمزة أمين قلت بالقيس تعز